دانت رئيسة والوزراء الإيطالية جورجيا ميلونيا الجمعارة الدفاع لفرنسا معتبرة أنه عدائي وغير مفهوم وغير مبرر بعد إعلان باريس عن إجراءات انتقامية ضد روما بسبب رفضها السماحة برسو سفينة تقل مهاجرين هذا ورست صباح الجمعة السفينة الإنسانية أوشن فيكينغ في ميناء طولون الفرنسية وعلى متنها 130 مهاجرا في مدان وزير الداخلية الفرنسي ما أسماه الخيار غير المقبول لإيطاليا بعد مستقبال السفينة وأشار إلى أنه من الواضح أن تكون هناك عواقب وخيمة جدا على العلاقات التونئية بين البلدين لقد تأثرت بشدة برد الفعل العضواني للحكومة الفرنسية والذي من وجهة نظري غير مفهوم وغير مبرر